نبدأ نوعي الناس للأسف هنا في ناس بلا استثناء تقعد فترات كتيرة كبيرة جدا تاخد أدوية معينة علشان تجهز للجواز زي نعرف الوزن الطبيعي بتاعي نحن نطرح طول بتاعنا مية يعني لو طولي مية وسبعين يبقى الوزن الصحي بتاعي سابعين يبقى أقل من كده نحافة معنا كده عرفنا ايه هي النحافة كيف ممكن نتأكد من الحاجة دي من خلال فحوصات طبعا في البداية زي ما احنا اقول لها كده نعمل تحليل الصور الدمي كاملة لكي نتأكد انه لا يوجد أنميا الأنميا هو سبب رئيسي في النحافة وفقد الوزن قد تكون مشاكل دي دان في الأمعافة نعمل تحليل براز لعينة صباحية لكي نتأكد انه لا توجد مشاكل دي دان وددان يكتل والددان يتأكد لانه عندنا نحافة نتأكد الحمد الله لأنا لا يعطي خلال مرضي لا يعطي خلال مرضي لا توجد مشاكل لم يبدأ نتكلم قد تكوني مشكلة نفسية أغلب خلاف المك أكثر من أنا حتى في روشيتة يعني ليس روشيتة أنها مجرد أن نكتب الأدوية لا الموضوع يا جماعة أكتب كده ممنوع العصبية لا تسمحيش لأي حد بأي حال من الأحوال أنه عصابك لأنك أنت سيجيلك الضغط نصيحة مستمر أنت سيجيلك الضغط أنت سيجيلك الضغط أنت سيجيلك الضغط أنت سيجيلك القلب أنت سيجيلك في النهاية فشات من الموضوع حال النفسية لها دور كبير جدا في العلاج حال النفسية يتمثل عامل كبير جدا يجيب التحليل كده أن ترى التحليل الغودة الدركية سليمة لا يوجد أنيميا لا يوجد دين صحيا بخير يعني هي الحمد لله صحيا بخير أنا خسيت بشكل كبير في السنة أنا في السنوية ومش عارف أعمل إيه وشوف لي حال لأنها تفكر كتير يأتي لها قلق يأتي لها توتر يحصل لها اكتئاب بسبب التفكير الضغط النفسي طبعا يجب أن نعالج الضغط النفسي في البداية للجاة السريعة نحن دلوقتي نريد أن نضع فيتامينات فيتامين دال وفيتامين بي سيكس نريد أن نضع أملحة الكالسام بالماغنيسيوم لأن غالبا يجبون نقص كبير جدا فيه ما هي الوجبة المقترحة لكي نكون بشكل سريع لأن الناس تستفيد ما هي المشروبات السريعة التي نشربها تفتح لنا الشهية قليلا المشروبات السريعة مشروب الكراوية الينسون البابون الحلبة نأخذها بعد كل وجبة نحاول ننوع ما بينهم الوجبة المقترحة الثانية نحن ممكن بليلة باللبن نأخذ وجبة بليلة باللبن بعد الوجبات ممكن نأخذ لبن ونحط عليه شوية مكسرات ونحط عليه مثلا سبع تمرات صباحا كل يوم ديت هتحصل لهم الحالة المزاجية هتنشط لهم الدورة الدموية هتخليهم في حالة نفسية تكاد تكون كويسة ترايح لهم أعصابهم فيكونوا رولاكس أحسن ونستطيع أننا نحلل المشكلة بشكل أسهل طيب جميل أنا شكر لك جدا من دكتور أحمد بعطية ضهشان استشاري